سؤالين يا سلام ما أحلاهم؟ هل قانون الجذب حقيقي؟ كيف ممكن الواحد يسافر لروحه ويحددها ويعرفها؟ طيب ثلاثة أقسام لهذا الفيديو القسم الأول رح أحكي شرطين مهم جدا عشان نفهم على بعض القسم الثاني تجارب شخصية من العالم الروحاني ولا أجمل من هيك إذا استوعبتوهم ستغير هذه التجارب حياتكم زي ما غيرت حياتي بإذن المولى ثلاثة بدي أحكي لكم خطوات عملية عشان تستفيدوا جيد؟ يلا عبركة الله الشرطين لا يمكن أن يحدث لك شيء في العالم الروحاني وينتقل إلى العالم المادي إلا بإذن الله الواحد الأحد لا يمكن لذلك نعم قانون الجذب حقيقة بشرط إذا الله أذن لك الشرط الثاني لروحك رحلة فعنا قديش عنا تمانية مليار صاروا عدد البشر وشوية فلكل واحد طريق خاص فريد له لذلك أنا لا أحدد للإنسان طريقه من يحدد؟ الله الواحد الأحد جيد تجارب شخصية التجربة الأولى قبل تقريبا سنتين من الآن عملت تمرين من تمرين الطاقة دخلت للعالم الروحاني لن تصدقوا يعني المنطق لا يصدق لأن المنطق بمنعنا نفكر شفت حياتي بعد سنة فيه سبحان الله لماذا؟ لأن الله أراد اتفقنا عشان نفهم مع بعض إذا الله أراد بحصل ما أراد معناته فيه له حكمة بهذا التمرين شفت حالي بقرأ القرآن هيك 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 بفتح قدامي بشكل عجيب كأنه الزمن لحظة والله العظيم بعد مرور سنة اليوم بعمل أنا شو شفت في هذا التمرين حرفيا يعني الوقت سحر عجيب محتاجين نقعد ونتأمل في هذا المخلوق الإلهي طيب هاي التجربة الأولى إذن عم بفتح لكم آفاق وين هذا العالم رائع وساحر جميل تجربة تانية شايفين المكان اللي أنا قاعد فيه هذا اسمه حاضنة أعمال الجبل المشروع الأخير لي حاضنة أعمال الهدف الأساسي نكتشف شغف الشباب وأرواحهم ونحول هذا الشغف لرسالة وجود وستارتاب ومشروع ربحي يخدمهم يخدم الناس جيد ممتاز شايفين هذا المكان هو عبارة عن عقل الباطن أنا كيف 2016 احسبوا انتو السنوات 2016 ما كنتش دارس العالم الروحاني ولا بعرف اليوم قادر أفسر لكم 2016 كنت بالبرتغال كانت أول مرة بعمل ميديتيشن وتأمل في الطبيعة كنت مع ناس مدربين روحانيين ملهمين أول مرة ما بعرف إذن مين اللي أشاء يخدني هناك ويحطني هناك الله جميل وأنا سمعت الإشارة وسعت بس لسه مش فاهم شو بيصير عملت التأمل كان مدته أعتقد 45 دقيقة المشروع كله والله العظيم شفته قدامي من الآلف للياء كيف بيطلع كيف بيسير كيف فيه شباب فيه ناس فيه خدمة شفته كله قدامي بال45 دقيقة هيك بام كأنه لبح البصر 2016 روحت على فلسطين والله العظيم 2017 بلشت فيه الآن حاضنة أعمال في وسط الطبيعة زي ما شفته حلو رح تقولولي صدفة ماشي يلا صدفة دمشي معكم خطوة خطوة الكتاب هذا هذا كتاب الأول اسمه 30 رقما سريا أنا اليوم قادر أفهم أفسر لأن درست الطب الشام الموحد قوانين الكون درست الطاقة الحيوية والعالم الروحاني هذا الكتاب انطلق النسخة الأولى 2015 عدوا سنين من الآن احسبوها 2015 انطلق بلشت أكتب فيه قبل الـ 2015 بـ 4 سنين جيد لم أمتلك الخبرة حتى أصدر كتاب فيه حينه كنت صغير بالعمر أوكي ولم يكن عندي كامل المعلومات اللي لازم أطلع بكتاب هديك المرة بلفت انتباهي صديق اللي بشتغل معي بالطاقة بقول لي سائد قرأت القسم الأول من كتابك بقول له مالو أنا عم بكتب عن اللحظة اللي بعيشها اليوم متخيلين بعد ما يقارب 11-12 سنة من بداية كتاب هذا الكتاب أنا عم بعيشه اليوم طلعوا في طفل طاير طاير على العالم الروحاني في ساعة ووقت انتوا بجوز مش شايفينها ببعطلكم إياها في ساعة ووقت بالشابتر الأول بحكي عن الحياة قبل الحياة اليوم عم بعطيه تمرين للناس كيف يفوتوا على بطن إمهم بعدين عنافق بعدين عبواب يشوفوا ملاكهم كل واحد بفضل الله ايش عجيب بحكي عن شجرة الحياة عن أسرار الكون طيب مين كتب هذا الكتاب الله عز وجل أذن لملائكته فسخرهم يكتبوا لهذا الكتاب وأعيش هاي التجربة واليوم بعد 11 سنة بعيشها بالكامل انتوا متخيلين كيف الوقت عند الله متخيلين كيف بلهمنا بالإشارات والأفكار وبسخرنا نعمل أشياء فيها خدمة هذا الكتاب انكتب عنه مقال بـ NPR بأمريكا انطبع منه عربي إنجليزي فرنسي وصل لـ 30 مليون قارئ ومتابع اشتروه ايش لا يمكن وصفه لأن الله أراد هاي تجربة تالتي جيد التجربة الأخيرة أنا طفل كتير ناس جداد عندي على الإنستجرام وعلى السوشال ميديا ما بيعرفوني أنا ولدت العائلة موسيقية أوكي لذلك مثلا في بيتي لما كبرت ما في كان قرآن يعني أنا ما كانش عندي هاي الثقافة الدينية سبحان الله ربنا بده لكل إنسان رحلة بس إحنا البشر نطول بالنا وما نحكم على بعض لأنه ربنا كريم وعادل بده لكل إنسان رحلة وأنا طفل كنت أفشل طفل بالمدرسة كيف كانوا يحكوا لي كنت أجيب ثماني كملات ما أنجحش حتى بالفن ما أنجح حسنا لدرجة أبوي خلص فقد الأمل مني أبوي موسيقي وكل عائلتنا موسيقيا فعلمني عود أعزف عود كان عمري صغير بلشت أعزف وأتقن العود على عمر عشرة ونص 11 حلو؟ اليوم أنا بفسرها سبحان الله بلشت أعزف موسيقى كنت أمغيب وأعمل تأمل مع العود حتى أنا كاتب بهذا الكتاب آلة من خشب بحكي فيها عن العود كنت أعزف وأمغيب ثلاث ساعات أطير أطير مع الآلة اليوم لما درست هاي القوانين شو اكتشفت إنه كل وطر فربنا سخر لي هاي الآلة عشان تعمل لي من النظام التعليمي اللي حكم علي إنه أنا فاشل لإني بجيبش معدل وبجيبش علامات وبسقط أوكي؟ أنا لصف خامس تعرفت أكتب عربي أوكي إذن بلشت أعزف فكل وطر فيه سبع أوطار كاين يشتغل على شاكرة من الشاكرات وطر بشتغل على شاكرة الجذر وطر على شاكرة الجنس وطر على شاكرة الضفيرة الشمسية وكاين أفتح شاكرات ونظف هالتي عشان هيك كان عندي تواصل أعلى لذلك مهم الموسيقى أو الفنون اللي بتفتح مراكز الطاقة ومهم أيضا تعليم الناس عن العالم الروحي لأنه أيضا بساعدهم على التنظيف ومهم أيضا الناس يعرفوا آيات القرآن لأنه اليوم وصلت له يا سلام شو ساحر يا سلام فهاي من هون مبلشة عند الأمور تتراكم ففي سنة التدرر الشغالة معي من أراد الله هي ترجاره طيب نيجي للأسئلة هل قانون الجذب حقيقي؟ نعم شرطه الواحد مش بدي أقول أنا بي الله بدأ أجذب مليون دولار يلا انزلوا علي أبدا لازم الله عز وجل يأذن لك شو منظومته في العالم الكوني؟ واحد إنك تعرف روحك كيف أعرف روحي؟ بالتجارب اللي هلأ حكيت لكم إياها وبدا رتب لكم إياها تنين لما تنظف هالتك وطاقتك وتضبط أمورك بتصير تركز على روحك مش أرواح العباد إحنا شو اللي بيصير معنا؟ بدنا نغير العباد بدنا نغير الناس يصيروا نسخة عن سائد ولا نسخة عن فلان ولا نسخة عن أبوي وأمي ولا نسخة عن مدرسي بدنا نسخ في البشر ولا لماذا خلق الله أقوام وشعوب؟ لن تعارف ليش عندنا تمانية بليونز في الحياة بشري؟ عشان نتعارف جيد بعدها بتبلش مرحلة السعي الإجتهاب المثابرة الشغل ثم تذهب للعالم الروحاني والتأمل والصلاة وتطلب من الله ما تريد وإذا أذن الله لك فهو لك وإن لم يأذن فهو ليس لك بس أنت دقيت الباب وسمعت الجواب كيف؟ بالسعي إذن القانون الجذب هاي العالم الروحاني بتفوته بتفعل بتسعى بتشتغل شغلك اجتهادك مثابرتك علمك ثم تطلب الإذن من الله هادهم إن لم يتحقق فهو ليس لك جيد هذا قانون الجذب والصفر إلى الروح شو تعملوا خطوات؟ واحد أنا بين التمرين الطاقي وبين التمرين الطاقي بخدني من 9 إلى 12 شهر عشان هيك عم بتشوفوا فيديوهات الآن لأنني صار لسنين بجرب فما جربت على حالي وطبقت وعملت شغلي ومشاريعي الرياضية وعملت كل هاي الأمور وطبقته على عيلتي وعلى حياتي فالآن جاهز أنشر لكم إياه لأنه بده بحث وعلم ودراسة وتحضير إذن الخطوات واحد بدك من اللحظة تبدأ تنظف طاقتك وهالتك وروحك عندنا تنظيف للنفس وتنظيف للجسد كيف الصلاة الاستغفار الصدقة الصيام أي حدا ظنيت فيه سيء اعتذر له الاستغفار يعني ليلة النهار استغفار 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 أي حدا اعتذر له قصدت ولا ما قصدت عندك ذنب بتعرفه ولا ما بتعرفه نظف 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 خد لك تسعة تشهر تنظيف جيد تصير تحس حياتك عم تنتعش بتصير تحس فراشي يا السلام تنين نظفنا خلصنا حان موعد التمرين تقعد بتكون على طهارة بتضبط أمورك بعد الصلاة ولا بأي وقت انت روحك بتنسجم معه هذا إلك بينك وبين الله أنا ما إلي علاقة شو ديانتك شو خلفيتك شو أعمالك أصلا ليس من حقي أتدخل أنا بس من حقي تجربة الله أكرمني فيها أنشرها للناس بتكون على طهارة تنين بتنظف المكان بمرمية لأنها معطرة وبتجدب ملائكة معك وبتطرد الطاقات السلبية تلاتة الأفضل تلبس أبيض بأبيض أربعة بهذا اليوم بتصوم ممنوع لحوم ممنوع أي شيء في المعدة بتصيام كامل حتى تكون جسمك نضيف وهالتك نضيفة النقطة البعدها بتعملوا قبل النوم بساعة بتخذ بمودة تأمل بتدخل بالدعاء والاستغفار بتبدأ بتحكي مئة مرة لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله لا إله إلا أنت أني كنت من الظالمين مئة مرة آية الكرسي سبع مرات تمام وبعدها بتبلش تنسجن هلا بدك تحط آيات قرآن بزبط بدك تحط إنجيل بزبط معك أنت وروحك أنت وربك أنا ما إلي علاقة بدك تحط موسيقى صوفية بزبط موسيقى هندية بزبط روحك إيش بتحتاج امشي معها لأن الروح من الله بما أنه خلق لك إياها فهو بعرف شو أنت بتحتاج ما أحتاجه أنا مختلف عن احتياجك ولا تصدق أي حدا بيجي بحدد لك مصاري الروح بعدها مرة مع مرة مع مرة بتنسجن آخر شيء القانون اللولبي بتبلش تتخيل حالك وروحك هيك عم تتحرك هيك بتتحرك أوكي دائرة اللي هي بسموها الحوامة دائرة هيك روحك عم بتصير تأخذ تمام بتطلع 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 هذا القانون اللولبي حتى تدخل العالم الروحاني جيد تصير تنتعش تصير تتخيل هلا ليش تنظيف الطاقة مهم لأنه خلصت من أي كائنات شريرة شيطانية شك خوف ونظفته سويت هيلنج لحالك فلما تعمل هذا التمرين ممكن تواجه شوية مخاوف شوية عراقيل شيطان دي يطلع لك من هون مشكلة من هون خوف من هون بروحوا 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 تدخل على العالم الروحاني واستمتع هناك روحك اعرف مين هي واسمع الإشارات وراح يطلع لك ملائكة يساعدوك بأمر من الله عز وجل هو الخالق استمتع بعدها بس توصل لهناك بعملك فيديو حلقة جديدة شو تعمل مهم اسمع لروحك وشوف الكنوز فيها وخدها وتخيل أي فكرة وهون بدي أنهي الروح هي الإنعكاس الحقيقي للخيال ما تتخيله هو روحك تتخيل شر وظن سيء ومشاكل فهاي تنظيفات بدأت تعملها عشان توصل للروح النقية النورانية تتخيل خير ومشاريع وأفكار هاي بيصير واقع يفيدك وبيعملك دخل وبيفيد الناس في باوفيق موسيقى موسيقى